سرعة القصف سرعة القصف مش مشكلة لوكل أو مش مشكلة محلية فقط هي مشكلة رجال كثيرين جدا عبر أو حول العالم أجمع وسرعة القصف هي ليست مرضا في حد ذاتها ولكن احنا هنتعرف عليها ونقول كل حاجة عنها النهاردة وبالتالي مطلوب من جميع الرجال حتى اللي مش بيشتكوا من سرعة القصف تسمعونا كويس علشان ما يشتكوش في يوم الأيام من سرعة القصف لأنه هو الحقيقة ممكن تفاديها وساعتها حنقلل اللي بيشتكوا منها علشان دي بتبقى حاجة منغصة إلى حد كبير على العلاقة ما بين الرجل والمرأة وأحيانا على فكرة بتبقى الشكوى بتيجي من الرجل عن سرعة القصف وأحيانا بتيجي من الزوجة يعني ربما أن الرجل لا ينتوي اللجوء إلى أي طبيب أو أي شكوى ولكن الزوجة بتدفعه دفعا إلى اللجوء للطبيب لأن ده بيؤثر عليها سلبا كل ده هنقوله في تفاصيل الحلقة ولكن أهم شيء أن احنا نعرف أنه دايما يبقى في بالنا أن الأعضاء الجنسية هي جزء من الجسم ككل وصحة الأعضاء الجنسية وعملها بشكل يعني قوي وجميل وسليم هو جزء من عمل الجسم ككل فأحيانا إحنا بنفصل وأحيانا إحنا بنستغرب إيه اللي رابط دب ده وده هنقوله برضو النهاردة في السياق لما نيجي نتكلم عن كيفية الوقاية من حدوث هذا العرض المسبب بسرعة القصف وكيفية العلاج منه لأنه هنستخدم الكثير من الأشياء الجسدية والجسمية الأخرى لأن ده اللي هتنعكس على سرعة القصف بطبيعة الحال سرعة القصف موضوع كبير ممكن نقشه على أكتر من حلقة حيكون من ضمنه إحنا هنتكلم عن سرعة القصف ولكن هنرد كمان على استفسارات الكثير من المشاهدين اللي هبنسعد بيهم جات لنا على الفيسبوك وعلى إيميل برنامج هذه الاستفسارات وحنشوف إمتى بتكون في محلها وإمتى ما بتكونش في محلها وإمتى هنقول للشاكي استنى شوي ما تحكمش على نفسك دلوقتي وإمتى هنقولوا لا أخد بالك أنت لازم نحن نتدخل دلوقتي ونعمل كذا وكذا ده كله هيجي فبعد الحلقة بتاعت النهاردة في كتير قوي منكم هينفسوني في السوق ويبدأوا يشتغلوا أكتر مني عشان هنعرف النهاردة إن شاء الله بعد الفاصل كل حاجة عن سرعة القصف هنشوفكم بعد الفاصل دلوقتي مع فقرتنا اللي دايما بنلتقي بيها في كل حلقة من العيادة النهاردة هنحكي قصة شاب جالي كان بقاله تقريبا 12 سنة متجاوز وبعدين لقيته بيشتكي شكوى يعني قوية شوية بالنسبة لسنه وتقبل تقبل سنه وقتها كان حوالي 37 سنة وده مش سن كبير خالص يعني كان بيشتكي من إن هو عنده ضعف في القدرة الجنسية ضعف القدرة الجنسية كنا في زمن أسبق من ذلك يعني فأول ما اشتغلت حتى تحديدا كنت يعني بشوفه طبعا بس كان مثلا فوق الخمسين فأواخر الأربعينات بيبتدي يقولها بالنسبة بسيطة ولكن أنا شدني إنه بدأ يحصل في سن أصغر وأصغر وأصغر وده من ضمن أوائل الحالات اللي جات ليه في الأعمار الغير متوقعة دلوقتي للأسف فيه أعمار أصغر من كده بكتير لأن الكلام ده كان من كذا سنة اللي حصل إنه عملنا له فحصات وحاجات ومحتاجات وفحص دم ونشوف دهون دم ووائل آخره ولكن اتضح في الآخر إنه هو عنده كسل وخمول في الدورة الدموية الجنسية في الأعضاء الجنسية زائد إنه هو عنده دوالي في الخسيطين زائد إنه هو عنده احتقان في البروستاتا زائد إنه هو عنده التهاب في البروستاتا وكان واضح إنه التهاب مزمن بقاله كتير بميكروب سخيف وبالتالي ده انعكس على أداءه الجنسي طبعاً وكان شكله غير مرضي بالنسبة له ولا بالنسبة لزوجته فطبعاً كل الحاجات دي ليه؟ فيه إيه؟ يعني في السنة ده فيه إيه؟ ليه إيه اللي عمل فيك كده؟ فبدأت إن أنا أسأله الأسئلة العادية اللي هي بنسألها لأي حد في العيادة وبعدين من ضمن هذه الأسئلة إنه إيه معدل قيامك بالعلاقة مع زوجتك لقيت حاجة لطيفة أي تتقال لي قال لي أنا إذا كان على رغبتي أنا كنت عاوز للعلاقة تقام بشكل كبير جداً وبشكل متكرر جداً ولكن والدي جي قبل جوازي وقال لي أنا عايزة نصحك نصيحة قلت له إيه؟ قال لي مهما تكون رغبتك لازم أنت لا تؤتي زوجتك ولا تقوم بالعلاقة إلا في نطاق محدود جداً قال له يعني إيه؟ قال له يعني في أول جوازك عشان مفروض يبقى كتير تبقى مرتين في الأسبوع على الأكثر وبعد كده على المدى الأطول لما ترجع بقى من شهر العسل وكده تبقى مرة في الأسبوع على الأكثر بعد أول شهرين ثلاثة تبقى مرتين ثلاثة في الشهر على الأكثر قلت له إنت سمعت كلامه؟ قال آه ما هو قادرة مني طب إيه حجته؟ يعني هو مستند لإيه؟ حتى الواحد لما بيوفتي فتوى لازم نعرف إسناده إيه عشان نعرف ناخد بيها؟ ولا لأ؟ هو دكتور؟ قال لأ يعني هو أي مهنة طبية يعني مثلا سيدلاني، طبيب بيتاري، يعني دارس تمريد، دارس علوم، أي حاجة؟ قال لأ أنا والدي مدرس تاريخ دروا ده حاجة رائعة جدا دارس تاريخ ده أنا شخصيا واحدة من الناس المعجبة جدا بالتاريخ وبقرأ ليه قراءات في التاريخ كتير قوي، ولكن أنا لا قفتي في التاريخ، فهو ليه قفتي في الطب؟ قال لي لا، هو قال لي اسأل مجرب ولتسأل طبيب، هو الحياة المثل ده يعني أنتوا أحرار بقى، إنه مصرين تتمسكوا بيه أنتوا أحرار، ولكن قلت له طب بناء على إيه هو قالك كده؟ قال لي هو جابني وقعدني وقال لي بص يا ابني، السائل المنوي ده له مصنع، المصنع ده موجود في الخصية، جميل لحد كده جميل جدا قال لي أنه المصنع ده بينتج كمية معينة على مدى العمر، فأنت لما تستهلك المسألة دي بسرعة فأنت كده وقعت في خطائين أول خطأ أنك أنت هتخلص الكلام ده بسرعة، وبالتالي هيجي وقت مبكر مش كتير، هتلاقي نفسك أنك أنت ما عندكش سائل المنوي تاني تطبوا الخطأ التاني، وأنا بقى عايزة أسمع الحدودة يعني، مشوقة جدا الحقيقة قال لي الخطأ التاني، هو قال لي أن الخطأ التاني أن هي زوجتك هتتعود على معدل معين من القيام بالعلاقة وبالتالي أنت بتكبر، ولما توصل لعمر معين هتبقى أنت غير قادر على القيام بالعلاقة دي، هي زوجتك هتبتدي تتراجع عنك وتبتدي تبصل غيرك لأنها تعودت على معدل معين، لكن لو هي أن الأول بتعودة على معدل منخفض، كلام ده مش هيحصل لا أحاولي ولا قوة إلا بالله، قلت له طيب في أسباب تانية هو برضو افترضها؟ قال لي لا، هو قال لي سبابين دول، وبس، تتبكت النتيجة إيه؟ قال لي عندي رغبة كبيرة جدا بس كل شوية أحس أنه حائل بيني وبين زوجتي، فأحاول أتوه أعمل أي حاجة علشان كي لا أقوم بالعلاقة يعني وبعدين، فخلص، معدل علاقة كده ولا كده بقى قليل جدا، فلما المعدل قال، بدأت أحس بالأعراض دي بعد 12 سنة جويس؟ فقلت له هو الحقيقة أنت ما كنتش هتحس بحاجة لو ما كنتش سمعت كلام بابا، يعني أنا مش عارفة هو بناء على إيه أفتاله بكده؟ هو ضر الضرر بالغ، بالغ يعني، ربما الله أعلم طبعا بالنواية والسرائر أنا ما شفتش والده، ولكن ربما هو قال له كده لأنه هو حصل له مثلا ضعف جنسي أو شيء، وهو ربط ده بأنه كان بيقوم بالعلاقة كتير، الله أعلم ولكن اللي أنا قدر أقوله أنه هو ضر ابنه أبلغ الضرر، إحنا عندنا ميزان ما بين الرغبة والأداء، فلما الرغبة بتزيد مفترض أنه هو فيه دماء كثيرة بتتدفق إلى الأعضاء الجنسية ولما بتروح للأعضاء الجنسية، بيبتدي يحصل ما يسمى به اللي هو الانتصاب والإفراز بتاع السائل بتاع مقدمات الجماع وهكذا، تشغيل اللغودة التشجيل، تشغيل العضلات، تشغيل الأوعية الدموية، كل ده بيشتغل فهنت ظهر أنه يتم تصريف هذه الكميات بشكل سلس عن طريق القيام بالعلاقة وبعدين يعني مراته، حلاله، بلاله، شهر عسل، عريس، عروسة، يعني ما علينا المهم، اللي كان بيحصل مع أخينا ده أنه كان بيحصل كل كلام ده وكان بيحصل بولنج، نسميه بولنج، يعني دل كده دفق، تدفق شديد للدماء في الأعضاء الجنسية وما كانش بيحصل تصريف صحيح بالأداء وبالتالي هو بيمنع نفسه، لما يمنع نفسه بيبقى فيه اختناق للأوعية الدموية دي بكميات الدماء الرهيبة دي لا تستطيع أن، أو يعني ما فيش رجوع الكثير منها لا يستطيع الرجوع إلى الدورة الدموية العادية وبالتالي بيحصل شوية بشوية بشكل تدريجي جدا شوية ارتخاء في الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة داخل الأعضاء الجنسية طول ما الواحد سنه صغير يسمه بيقدر يعوض أي شيء يخسره ولكن كلما كبر الإنسان سناً، كلما كمان راجع التعويض شوية بشوية خطوة بخطوة وهكذا لما حصل لأخينا ده أنه نسبة الأداء بالنسبة للرغبة كانت تقريباً واحد لعشرة مثلاً مجازاً، يعني الشباب أكيد اللي سمعيني يفهموا ده كويس يعرف رغبة عريس في عروس توقيف شهر العسل وبالتالي هو كان بيرغب مثلاً عشر مرات كان بيؤدي منهم مرة أو مرتين فبالتالي حصل كمان الاحتقان الشديد وبدأ بقى أنه يتكوم فوق بعضه فوق بعضه لغاية لما حدث في ضعف تدفق الدم في الشرايين الخاصة بالأعضاء الجنسية وحصل أيضاً وحدث أيضاً ارتخاء في الأوردة وبالتالي حصل تسريب وريدي في العضو الزاكري وكمان نفس الحكاية حدثت في الأوعية دموية الخاصة بالخصيتين فبرضو حدث ما يسمى بدوالي الخصيتين طيب البرستاتة أخبرها إيه في الموضوع؟ البرستاتة مشتركة مع العضو الخاصيتين في كونها عضو جنسي أيضاً وبالتالي بيحصل لها احتقان في وقت ما يكون فيه إثارة جنسية وبيحصل لها ارتياح وقت ما يحصل اللقاء الجنسي أو يحصل انتهاء الدورة الجنسية بالطريقة الطبيعية بالقذف فبما أنها ما كانش بيحصل قاس ما كانش بيحصل انتهاء لدورة جنسية بالطريقة التبعية فأيضا يعني أصبها من الحب جانب وحصل فيها احتقان دي اللي ما يعرفش يعني احتقان احتقان يعني حبس الدم يعني مثلا العقلة الصباعي دي دلوقتي فيها احتقان العقلة دي مدام أنا مسكها كده يبقى حصل فيها احتقان طيب لما يكون عضو كامل في احتقان أيا كان العضو ده بيبقى فيه دماء كثيرة موجودة في هذا العضو وبالتالي بيكون ده وسط كويس جدا للميكروبات احنا عندنا ميكروبات مشي في دمنا عادي بالنسب مسموح بيها دوليا يعني ربنا ظابطها ان هي لا تصبنا بأي مرض طيب ليه لانه فيه عارفين زي النهر الجاري يقولك ما فيهوش مثلا طحالب او ما فيهوش حاجات ضر يعني الميكروبات ما تنموش في الاشياء اللي بتجري نفس الحكاية بالنسبة للدورة الدموية طول ما هي بتجري ما فيهوش مشكلة ولكن احنا بنتكلم على عضو ما في الجسم فيه احتقان يعني فيه دورة دموية راكدة يبقى الميكروبات ما يجي عدي عليه ويا سلام ده هنا فيه رزء كتير ده فيه دم والدم ده دافي وفيه سكريات وفيه بروتينات وفيه كاربوهايدرات وفيه دهون يعني غزة 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 طيب ما نعود بقى بيقعد ولما بيقعد بيعمل ايه؟ بيعمل مستعمرات يعني يتكاثر وبعدين يتكاثر اكتر وبعدين الجيل الجديد يتكاثر تاني وهكذا لغاية لما يعمل حتى بيسموها كده مستروبية في هذا العضو ده اللي حصل مع اخينا في البروستاتا بدأ يحصل له تراكمات للالتهاب شوية وراء شوية وطبقة وراء طبقة في البروستاتا ولمن لا يعلم البروستاتا نسيج ليفي صعب جدا في الاختراق وبالتالي يا من يجي نعالجه بنحتاج وقت طويل ومجهود كبير وربما نحتاج الى جالسات مساج بروستاتا ربما نحتاج الى يعني مضاد دحية ويقوي جدا واحيانا بنحتاج الى الحقن وربما نتاج الى علاج الى شهر واكتر وهكذا اذا احنا لما نيجي نشوف الوصايا اللي اخرها هذا العريس ونفندها انه غلط ان والده يقول له انه يحوش رغبته لانه هي موظفة في حلال غلط انه هو يقول له يعني يقل من العلاقة لانه ليه شريك تاني يعني ما هي برضو لازم يعمل حسابا ربما ان زوجته تكون في احتياج وملهاش مصدر اخر تحصل منه على هذا الاحتياج غير زوجها طبعا غلط انه هو المعلومة اللي هو اسهم بيها انه المصنع بينتق كمية معينة في العمر ولو استهلكناها مش عارف ايه ولو ايه لا كلام مش حقيقي خالص وليس له اي علاقة بالعلم من قريب او من بعيد انا عايز اقول له بالعكس والاي عريس بالعكس الاكثار من العلاقة ده شيء مطلوب بيجدد النشاط بيجدد الخلايا بيزيد من افراز الهرمونات المفيدة بيزيد من الشعور بالامتنان النفسي لانه هو فيه انواع من الهرمونات بتعمل زي رضا نفسي عالي وشعور بالامبساط او الامتنان ويبقى فيه قدرة اكتر على احتمال نوازل الزمن قدرة اكتر على حل المشكلات يبقى الواحد اكتر حلما اكترا كل ده بيبقى من كثرة الاداء الجنسي عايز اقول لهذا الاب وامثاله خبر يمكن او مرة يسمعون انه كثرة الاداء الجنسي تطيل العمر الجنسي وليس العكس اطلاقا وبالتالي اي حد بيجي يسألني يعني فيه ابرلمت او فيه حد اقصى اللي قيام بيعلقه بقول له طالما فيه زواج وفيه علاقة صحيحة يبقى لا يوجد حد اقصى بالعكس قد ما انت تنبسط مع زوجتك وقد ما هي تنبسط معاك وانتو الاتنين رضين مبسوطين يبقى ده شيء منصوح به جدا كل اقوله قبل الفاصل انه هذا الزوج لو لم يتبع نصيحة والده كان زمان بقى في صحة احسن شوفكوا بعد الفاصل رجعنا لكم علشان نتكلم تاني في موضوع حلقاتنا النهاردة موضوع سرعة القصف مبدئيا انا عايز اقول تعريف موضوع سرعة القصف تعريف سرعة القصف هو توتر في اما توتر عام بيصيب الجهاز العصبي ويبقى الشخص المتوتر هو نفسه بيكون متوتر في كل شيء وده اقولنا في حلقة سابقة يأما توتر موضعي في اي شيء يخص الجهاز التناسولي او العضاء الجنسية زي اللي احنا حاجات قلناها قبل الفاصل ومن ضمنها لو فيه ميكروب لو فيه ضعفة في الدورة الدموية لو فيه امراض جلدية لو فيه حساسية لو فيه ان شاء الله حتى حباية صغيرة ممكن من الالم بتاعها ممكن تصيب الانسان بتوتر لوكل او موضعي يعمل له سرعة قصف احنا الحقيقة انا عايزة اعلق على الاسئلة اللي جات لنا منكم على اللينك بتاعنا في الفيسبوك بس عايزة قبل ما ابدأ اشير الى شيء لطيف جدا يا جماعة اي اسئلة حتترحوها على الفيسبوك احنا هنجاوب عليها على الهوى ولن يكون هناك اي سبيل لأي اجابة اخرى انا بقول الكلام ده ليه لان فيه احد المتطوعين بدأ يجاوب عن لساني على اسئلة الفيسبوك الكلام ده غير مسموح انا لا اجيب عن اي اسئلة ولا على ايميل ولا على تشاتينج ولا على فيسبوك ولا على اي حاجة غير في هذا البرنامج فقط وبالتالي ارجوكم اللي يبعد السؤال ويجي له اي اجابة يعلم اننا منها براء احنا ملناش اي علاقة بالاجابات اللي جات لكو عن طريق الفيسبوك النهاردة هنبتدي نرد لانه الحقيقة اكتر موضوعات جت لنا او اكتر اسئلة جت لنا عن سرعة القذف هي ليست مرضا في حد ذاتها هي عرض لشيء اخر الشيء الاخر ده زي ما اتفقني اما توتر عامي اما توتر موضعي من ضمن التوترات الموضعية هو زي ما قلنا لسه حالا عدم انضباط الدورة الدموية وعشان كده انت بتعاني من سرعة مع ارتخاء يعني ارتخاء يعني عدم ثبات الدورة الدموية على وطيرة واحدة او على مستوى واحد جوة الاعضاء الجنسية طوال المدة اللي محتاج اليها الشخص يعني لما ييجي حد مثلا كثير او يبسألوني طب يعني هو ايه المدة المناسبة او ايه المدة الصحية او ايه المدة الصحيحة اقول لهم ما اعرفش طالما انت بتحس انه لسه شوية يبقى لسرعة قذف طالما انت حاسس انه كده انا مبسوط يبقى كده ما فيش سرعة قذف لكن حكاية ان احنا هنمسك stop watch ونشوف سرعة القذف كده مظبوطة ولا كده اقل ولا كده اكتر ما فيش حاجة اسمها كده عايزة هنا اقول برضو حاجة بين قوسين انه هم بيتحكيلي في العيادة انه في جلسات الرجالية اياها بيتقال يقول ده واحد صاحب بيقول انه هو بيقعد ربع ساعة وبيقعد نص ساعة وبيقعد 35 مش عارف ايه كلام ده مش صح تدقوش هو بس عشان ما فيش شهود فهو يقول اللي يقوله ولكن فيش حاجة اسمها كده معلش انا اسفل الرجال اللي بيقولوا كده ان انا يعني كان يعني مضطرة ان انا اكشفهم قدام اصدقائهم ولكن يعني عشان تحرم تجد بتاني في مرسل اخر انا حجيلك في حكاية الارتخاء دي على فكرة حقولها بس عشان في كده سؤال عنها فانا حابة ان انا كاب في مرسل اخر اسمه واو هو مسامي الناس كده واو اوكي مكتوب انا ليه اكتر من سنة لا دي واحدة سوري انا اسفل اكتر ليه اكتر من سنة متجوزة وعندي مشكلة كبيرة لنعرف لها حل المشكلة ان زوجي سريع القصف بعض الاوقات عندما يبدأ بمدعبتي يقذف ولا يستطيع الاستمتاع داخلين او لا يستطيع اكمال العلاقة زي ما قلنا قبل الفاصل انه كتير من حالات سورة القصف بتكون شكوى الزوجة لان ده طبعا بينعكس عليها بشكل مباشر جدا لان هي محتاجة وقت علشان تصل الى متعتها هي كمان وبالتالي بتصدفنا كتير قوي حالات ان الزوج مش بيشتكي وبالتالي لا يسعى اصلا لعلاج او لا يسعى لطبيب ولكن الزوجة هي اللي بتشكو من هذا الشيء وبتدفعه دفعا الى زهاب الطبيب علشان هي تحصل على متعتها وده حقها طبعا تماما لانه لو كلمنا على العلاقة الخاصة او العلاقة الحميمة بنقول انه دي شراكة نص بالنص شراكة 50% و50% فانا حتى لو شريكي اتخذ قرار بس ده هيأثر على الشركة بالسلب بيبقى انا من حقيقة اتدخل وان انا ادفعه دفعا لانه هو يعدل هذا القرار او ما الى زركة وبالتالي بس مع كثير من زوجات بتقولي ان زوجها بيقول لها انا حر وده حاجة بتاعتي انا وانا عايز اروح مش عايز اروح انت ما كيش دعوه الحقيقة انا بقول له انت غير موفق في هذه الاجابة ابدا لان المسألة خاصة بها هي كمان ان هي شريكة في هذه العلاقة بدليل انك انت كثير قوي بتيجي كرجل وتشتكي من ان زوجتي برده زوجتي مش بتتفاعل معايا زوجتي مش بتديني الى انا عايزه انا مش مكتفي في بيتي وا 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 الى اخره فيعني دايما لو كلمنا على علاقة الحميمة يبقى المسألة شراكة واي حد من حقه يشتكي مش حد واحد برضو هنجاوب على كله بعد الفصل القدر هنقول بس الاسئلة كلها السؤال بعد كده الحقيقة جايب بدون اسم اطلاقا ومكتوب انا رجل استخدم دواء السيروكزات يعني ده هو احد ادوية علاج الاكتئاب لانني اعاني من سرعة القصف ده حاجة مهمة جدا وحنقولها بشدة بعد الفصل وقد ساعدني هذا الدواء ولكني اخشن اعراض الجانبية لاني لا اعرف الا انه الدواء مضاد الاكتئاب الدواء اعطاني اسمه احد اصدقائي لمساعدتي في هذه المشكلة سؤالي هل استخدام المدة طويلة له اضرار وهل التوقف عنه فجأة له اضرار ويسبب مشاكل ام لا ده سؤال قوي جدا لانه المتداول في علاج سرعة القصف هو ادوية علاج الاكتئاب هنتكلم برضو عليها السؤال بعد كده ايضا بدون اسم ولا انا اسفع مكتوب هنا ممدوح هل للبدانة او السمنة تأثير على سرعة القصف ام لا هنقولها وطبعا هي ليها تأثير وليها تأثير سلبي ولكن هنقول بالزبط ازاي بتأثر السؤال بعد كده اريد حلا لمشكلة الضعف الجنسي وسرعة القصف في سن 40 سنة السؤال ده متجاوب عليه يعني مفترض انها بعد اجابة مكتوب فيها اقادي الضعف الجنسي وسرعة القصف امراض اللي يجب ان تكون موجودة في مثل هذا العمر يجدر بك القيام بتحليل السكر وتحليل هرمونات وتحليل مزرعة الساق المنوي فوجود اي مايكروب في الجهاز تنسولي ممكن يؤدي سرعة القصف هو ربما يكون كلام فيه منه حاجات صح بس مشانا اللي قلتها طبعا ناقص فانا مش عارفة مين تطوع وعمل كده بس انا بقوله ده غش وتدليس ربما يكون طبيب حتى حديث السن لانه بيكلم بشكل طبي ولكن انا بقى احذر الجميع انه كلام ده مش كلامنا اطلاقا واحنا غير مسؤولين عنه الاستاذ حمدي اعاني من سرعة القصف بمجرد ملامسة زوجتي علما بانني مريض سكر ده سؤال كويس برضو علشان نتكلم عن علاقة مرض السكر بسرعة القصف برجاء وصف الدواء حيث اعاني من ذلك منذ ثلاث سنوات ده الرد كان عليه اللي مش احنا اللي كتبينه كالقاتي اضبط سكرك اولا وان لم تحسن القصف عليك باجراء تحليل مزرعة سائل منوي واستشارة طبيب للفحص ووصف الدواء المناسب ففي حالتك لا يمكنني وصف الدواء قبل الفحص ده انا يعني انا ما قلتش كلام ده خالص طيب ناخد سؤال محمد ولسه عندنا كان سؤال قبل الفاصل ناخده وبعدين نجاوب بعد الفاصل محمد بيقول ايه عمري 43 سنة واعاني من مشكلة سرعة القصف اعتقد ان سببها ممارسة العادة السرية في سن المراهقة هذا الموضوع مؤلم جدا لدرجة انني افضل عدم القيام بالعلاقة على ان اكون في هذا الموقف احيانا استخدر اشياء لتطوير المدة مثل نوعية من المستحضرات الموجودة في الصيدليات لكن مع الوقت تضعف نتيجتها ارجو الافادة وشكر فيه سؤال تاني بيسأله محمود لدي مشكلة في سرعة القصف مع العلم انني متزوج من اربع سنوات وعمري 21 سنة يعني متجوز عنده 17 اكيد انت يا محمود الوقت بيحقد عليك كمية من البشر قدام التلفزيون مش طبعي اذا كان مكتوب صح السن يعني هل هناك حلول يمكن ان تخفف او تقضي على المشكلة مع العلم ان الفترة الزمنية بعد الولوب ما بين 15 الى 20 ثانية تقريبا ده برضو هنجيب عليه بالتفصيل ياسر بيقول كيف يمكن ان يكتشف الرجل ان لديه سرعة قصف او مشكلة جنسية قبل الزواج وتحديدا سرعة القصف الحاجات دي او غيرها كتير بس احنا جدنا اسئلة نقناها كده اخترناها على اساس ان هي بتجمع ربما جميع المشاكل او التساؤلات المحيطة بسرعة القصف ولكن في غيرها عشرات الاسئلة عن سرعة القصف ودايما هي دي بتبقى على اول القائمة اللي عايز يسأل عن اي موضوع فيما يختص باللقات الحميمة لانه سرعة القصف زي ما قلنا هي مش حكرة على حد دون حد ولكنها تصيب او هي بالفعل موجودة عند اكتر من 85% من رجال العالم تصدر قائمة الاهتمام في اي مؤتمرات عالمية فيما يختص بالطب الجنسي وكمان بتصدر قائمة الابحاث لان لحد هذه اللحظة محدش متأكد بالضبط هي بتيجي منين وليه وحتى الاسباب اللي احنا قلناها ربما تكون موجودة عند شخصين واحد بتصيب سرعة القصف وواحد لا تصيب سرعة القصف وده بيزيد العلامات الاستفهام حولها ولكن بفضل الله الحمد لله هي كل شيء يختص بسرعة القصف فيه ليه حل وليه علاج وده اللي احنا هنقوله ان شاء الله بالتفصيل بعد الفاصل رجعنا عشان نشوف ايه علاج الحالات دي او ايه الرد على التساؤلات اللي جات لنا على الفيسبوك عشان نقول للناس كمان ايه الصح ايه غلط فيما يتداول او فيما يتردد عن حالة سرعة القصف زي ما اتفقنا ان احنا الحلقة مش النهاردة بس اللي مقفولة على سرعة القصف عشان اي حد عام تساؤلات اخرى يستمر في ارسالها واحنا ممكن نفرد حلقات وحلقات مفيش مشكلة ان شاء الله يعني الاستاذ واقل اللي بيسأل اعاني من سرعة القصف مع الارتخاء انا متزوج من 12 سنة هو سرعة القصف مع الارتخاء ده معناه انه سرعة القصف اصلا هنا سببها انه فيه ضعف في الدور دموية لمن لا يعلم يعني ايه ضعف في الدور دموية احنا بنقول انه الاوعية الدموية المسؤولة عن حدوث الانتصاب دي عبارة عن انابيب دقيقة جدا الجدران بتاعتها وليكن ان اي حد ممكن يشوف العروق بتاعته على ظهر ايده هنا اللي هي زر عروق الزرقة دي دي او ردة الازرع ولكن الاحمر اللي هو الشراييم تبقى موجودة جوة يعني لجوة اكتر لانها طبعا ضغط فيها عالي فلو ربنا عملها برا وحصل اي اصابة لسامح الله ممكن يحصل نزيف شديد تبقى نفورة واي حد من الاطباء اللي بيسمعوني او حتى الطلبة او اطباء الامتياز لو بدخل قدوة عمليات اكيد شاهد الكلام ده كان منظر شهير ان الدكتور بيجرح يعمل عملية وبينت لقي وشه والنظارة وإلى اخره بنعرف على طول ان هو فيه شريان انجرح فالشريان بيكون جوة شوية عميق شوية وبالتالي هو عبارة عن تلت شريان تلت طبقات عضلية يعني عضلات دقيقة اوي رفيعة جدا صغيرة اوي اوي ولكن محصوطة في ثلاث طبقات وهي دي المفروض ان هي بتتوسع جدا وتستوعب كمية كبيرة اوي من الدماء يعني تتدفق داخلية كمية الدماء اللي هي بتتدفق لجوة دي هي اللي بتعمل الانسراج بقية او بتملأ بقية الاوعية الدموية على الجناب يعني عارفين زي ما يكون حاجة كده في النص وطلع منها كده برانشينج او تفرعات وتبتدي يحصل الزيادة في حجم العضو الذكري وصلبته وطولا وعارضا وكل حاجة ومفترض كمان ان الوريد اللي هو الازرق اللي هو بيرجع الدم انه يغلق تماما وبالتالي يبقى كل كمية الدماء موجودة داخل العضو في هذه الحالة او اثناء الاثارة بشكل عام اللي بيحصل في حالة ضعف الدورة الدموية انه عندنا الشريان اللي بيجيب الدم ونسميه مجازا بالحنافية والوريد المفروض انه هو ما يرجعش الدم اللي نسميه مجازا برضو بالبلعة فلو الحنافية مفتوحة نص لنص يبقى الحوض مش هيتميلي قوي ولو البلاعة مفوتة يبقى برضو الحوض مش هيتميلي قوي وبالتالي ده اللي بنسميه ضعف الدورة الدموية غالبا حدوث الارتخاء بعد الانتصاب ده بيبقى نتيجة ان البلاعة مفوتة وبالتالي بيبقى لعيب هنا غالبا اللي هما يسمى بالتسريب الوريدي التسريب الوريدي تسريب الوريدي ده بيبتدي انه هو يخلي ان العضو لا يحتفظ بالانتصاب طب اذا علمنا ان مرحلة القذف بتأتي بعد مرحلة اكتمال الانتصاب يعني في مرحلة التميه الحسي اللي هو احساس الرجل انه هو فيه اثارة وبعدين فيه انتصاب بيكتمل وبعدين بيحدث قذف دي مرحلة تالتة في الدورة الجنسية ماذا لو لم يكتمل لم تكتمل مرحلة تانية لانه الانتصاب لم يكتمل يبقى المرحلة التالتة اللي هي فيها قذف هتتشد بدري مع الانتصاب اللي لازي لم يكتمل فحييجي كمان القذف مبكرة فهمنا قصدي يعني هي اه دي مرحلة تالتة واذي مرحلة تانية اللي هي اكتمال الانتصاب بياخد مدة طويلة طيب كل ما ده يقصر هيشد دمعه كل ما ده يقصر هيشد دمعه وبالتالي الارتخاء طبعا طيب هنا الاستاذ واقل هنقوله ايه هنقوله انه مفروض انك انت تعمل فحص عشان نعرف نسبة الضعف فحص بالموجات الفوق الصوتية عشان نعرف نسبة الضعف ايه ونقارنها بالنسبة لتكبينك الجثماني وبالنسبة لسنك وواقلها اخره وطبعا في شوية عناصر تانية وعناصر اخرى نسأل عليها اذا كنت مدخن لازم تبطل تدخين اذا كنت بتاكل بشكل غير منتظم تنظم اكلك اذا كنت ما بتعملش رياضة او ما بتمشيش لازم تبتدي تمشي وهكذا مع العلاج اللي هو هنلاقيه مناسب للحالة طيب نيجي للبعده السيدة واو المسامية نفسها واو ليه اكتر من سامة الزعف وعندي مشكلة كبيرة ده اعرف لها حالا المشكلة زوجي سريع القذف بعض الاوقات عندما يبدأ بمدعبتي خارجيا يقذف فلا استطيع اكمال المدعب انا هقول الحقيقة هي ما ما افصحتش بقى اي كمان عرض يعني جاي مع سورة القذف وبالتالي انا لا استطيع ان احدد سبب سورة القذف في الحالة دي ولكن اللي انا بقدر اقولها انه لا اتجهي بقى للفحص ونبتدي من الاول كده نعرف ايه اللي مسبب ده هنبتدي نستبعد سبب بسبب او سبب وراء سبب لغاية لما نوصل لسبب الذي يعني اتجه عنه السورة بالطريقة دي وبنعالجه فالامور بتمشي كويس ان شاء الله المشاهد اللي بيقول ان هو بيعين سورة القذف وبيستخدم دواء السيروكسات اللي هو مضاد للاكتئاب انا هقول انه انا ضد المدرسة دي يعني انا عارفة ان فيه كتير مش هيوافقوني من الزملاء ولكن انا ضد المدرسة دي تماما وحقول ليه مدرسة استخدام الادوية المضاد للاكتئاب لعلاج سورة القذف هي اصلا يعني لم تبتدع لعلاج سورة القذف هي ابتدعت لعلاج الاكتئاب احنا عندنا يعني مخنا ربنا حطه في صندوق خشب يعني محافظ عليه قوي قوي وحطه في صندوق خشب اللي هو الجمجمة عندنا من كتر ما المخ ده شيء نفيس ربنا سبحانه وتعالى حتى يعني المكونات اللي في الدم مش اي حاجة تقدر تدخل الى خلايا الجهاز العصبي ففي حاجة درسناها في كلية حاجة فيرتشو الحاجة وهمية حاجة غير موجودة ملموسة اسمها بلاد برين بارير يعني ايه يعني الحاجز ما بين الدم والمخ يعني مش اي حاجة كده هفق يعني تدخل المخ مخ ده حاجة ده مال الملك الملك بتاع الجسم هو الماسترو فمش اي حد يقدر يخش على الملك ويقعد معاه ويكلم معاه ويتديله وياخد منه لا يبقى اذا وضع الدورة الدموية في الجسم كلها حاجة ووضع الدورة الدموية بالنسبة للمخ حاجة تانية وبالتالي اي شيء يستطيع فيسيولوجيا حتى ان يصل الى خلايا المخ لازم يكون فيه مواصفات خاصة من ضمن الحاجات اللي بتصل الى خلايا المخ هي ادوية الخاصة باي الشيء في الجهاز العصبي يعني مكوناتها معمولة عشان تخترق وتصل الى خلايا المخ من ضمنها ادوية الاكتاب طيب انا ليه اذا كان ربنا احطتلي حاجة انا ليه اخترق الحاجز ده بمزاجي وانا ما عنديش حاجة ما عنديش شكوى اذا ربنا محفظ لي على المخ بشكل يعني فيسيولوجيا وميكانيكيا وكل حاجة يبقى انا ليه اخد حاجة واستخدم العرض الجانبي بتاعها واسيبها هي التأثير الاولي بتاعها يروح للمخ وانا مخي سليم وزي الفل ده كلام مش يعني انا مش مع المدرسة دي اطلاقا وانا عموما مع مدرسة العلاج السببي لانه زي ما اتفقنا انه سورة القذف ليست مرضا في حد ذاتها ولكن هي نتاج او عرض لمرض اخر او لشيء اخر فطالما انا عرفت كده يبقى انا اختار طريق الاصعب واشوف ايه الشيء الاخر ده وعالجه وبالتالي سورة القذف هتتعالج من تلقاء نفسها السؤال بعد كده هل البدانة او السنة ليها تأثير على سورة القذف طبعا البدانة عبارة عن تكتل دهني في الجسم اكتر من الجسم مستعد ان هو يشيله اكتر رجال بتحدث لهم البدانة في منطقة الحزام منطقة المسمة بالكرش وبالذات منطقة الحزام او منطقة ما تحت السرة الدهون اللي بتكون موجودة في المنطقة دي بالذات ليها يعني فيه كده كمية شديدة لقوة ما بينها وما بين هرمونات الزكورة بتحب ان هي تقتنس هرمونات الزكورة في هرمونات الزكورة بعد ما كان ماشي في الدورة مكانه علشان يؤثر بشكل إيجابي على الوظيفة الجنسية هيروح في الدهون دي ويدوب يعيش حياته فلو أنا عندي مثلا عشر كبيات منه في الدورة الدموية فيه سبعة تمانية خمسة تلاتة تسعة حسب كمية الدهون هتدوب مني في الدهون وأنا هيفضلي شوية صغيرين اللي فضلوا ماشيين وبالتالي أكيد الوظيفة هتبقى أقل الموجهة إلى اتجاه المفترض بها أن هي تبقى رايحة له فده بيؤثر بشكل أولي جدا على قوة الانتصاب أو بيعمل ضعف دورة دموية وبالتالي بيعمل ما شرحنا دلوقتي الأخ اللي كان باعت بيقول أريده حلا لمشكلة الضعف الجنسي وصورة القصف في سن 40 سنة ده ما احنا جاوبنا عليه قبل كده بنقول أنه المسألة مش مسألة سن ولكن ربما أنه يكون فيه تداعيات حصلت متراكمة قبل كده فلما بيجي بعد في أواخر التلاتينات بيبتدي الجسم يشكو من حاجات ربما كان بتحصل قبل كده وما كانتش بتعبر عن نفسها في صورة أعراض وبالتالي اللي بيعاني من صورة القصف وضعف الجنسي في سنة 40 سنة بنقوله برضو لابد أنك أنت تمشي في مشوار العلاج عشان الأول نعرف إيه سبب اللي حصل لك وبعدين هنعرف نعالجه وحيبقوا لتنين سوا وفي حالة إذا استمرت صورة القصف حتى بعد علاج ضعف الانتصاب ده برضو لها طريق لأنه بيكون حصل زيادة في حساسية الأعصاب الموجودة في الأعضاء الجنسية وده ليها تمارين جنسية بتقلل حساسية هذه الأعصاب وبالأمور بتمشي كويسة الأستاذ حمدي لما سأل عن صورة القصف علما بأنه مريض بالسكر وبيطلب وصف دواء الحقيقة وصف دواء على الهواء مستحيل لأنه طبعا وصف دواء ده وإلا نبقى يعني احنا مش بنبيع بقى يعني حاجات جامدة يعني ألم طب خد أهو وهد تمنه لا احنا فيه حاجات كتير قوي قوي لازم نعتمد فيها على الملاقة ما بين اثنين بني أدمين واحد اسمه المريض واحد اسمه الطبيب ولكن حكاية مرض السكر أنا شايفة أنه هو يعني أحيانا كثيرا ما يلصق فيه مسألة سرعة القصف أو ضعف الانتصاب وهو بيكون منها براء بمعنى أنه فيه حد مثلا جاله سكر يوم لاثنين بيتوقع أن يوم الأربع يبقى عنده ضعف جنسي ده مش حقيقي خالص مرض السكر على الفكرة ممكن أنه لا يوصيب بالضعف الجنسي إطلاقه ممكن حد يضع عنده سكر ثمانين سنة ومعندهوش ضعف جنسي أبدا لأنه السكر بيأسرع يعني ده عمل ضعف جنسي عن طريق إيه؟ عن طريق تأثير على النهايات العصبية والأوعية الدموية الدقيقة فإذا كنا محافظين على ده وفيه حركة وفيه دورة دموية يعني مركزين فيها ومستمرين عليها وبنعمل رياضة وبنأكل صح ومركزين في مستوى السكر ويسيبوش يعلى قوي ويوطة قوي وهكذا ممكن جدا تفادي المسألة دي فأو عشان كده إحنا بنمشي نفس مشوار الفحوصات ونفس مشوار العلاج السببي وبإذن الله كله بيسري إلى خير الأستاذ محمد ده آخر سؤال حنجاوبه بيسأل على تأثير سورة القذف أثناء مراهقة أثناء أسفى تأثير العدد السريع أثناء مراهقة على سورة القذف طبعا بتؤثر وبتبقى غالبا برضو في شوية تأثير إنه هو بقالة 43 سنة بيبتدي إنه برضو نبص بعين الرعاية للدورة الدموية ونشوفها ولكن إذا كانت سورة القذف فقط دون ضعف الانتصاب فلها التمرين الخاصة اللي قلنا عليها أرجو إن إحنا نكون جاوبنا بشكل سريع وتلغرافي على أسئلة سورة القذف حيجي لها ذكر كثير تاني لأنه سورة القذف الموضوعات الغنية التي لا تنتهي الشكوى منها إن شاء الله هنلتقي في حلقات أخرى ودايما حلقة السبت مع أي شيء يخص العلاقات الحميمة